الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرصدين وعلى آله وصحبه أجمعين أحبة الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على قناة أنفاس بريس سنحاول في هذه الحلقة المباركة أن نتناول موضوع المسارع في الخيرات والتصابق في الخيرات ونحن في شهر الخيرات شهر رمضان شهر العطاء شهر النماء وشهر الجود قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدك لمن للمتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيضة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الله أيضا في محكم كتابه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فالمبادرة المبادرة والمسارعة المسارعة أحبة الكرام رمضان أوشك على الرحيل يعني ذهب سريعا فلنغتنم لياليه نغتنم نهارا بقراءة القرآن بإطعام الطعام بسقياء الناس بالتكافر بيننا حتى ننال المعنى الحقيقي للسيام الذي هو التقوى أحبة الكرام للمسارعة في الخيارات أنواع مثلا زيارة المريض هذه من الأمور المستحبة في دين الإسلامي إكرام الجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره كذلك قرأت القرآن ورمضان شهر القرآن فعلينا أن نتنافس ونتسارع في ختم القرآن يعني الإنسان يشوف مثلا الصديق دياله أو الزوجة دياله أو الأقارب دياله معاه في الدار كل واحد فيهم شعر نختم ويتنافسون في ختم القرآن لعله يكون إن شاء الله شفيعا لنا وشفيعا لكم أحبة الكرام يوم لا ينفي عمان ولا البنون إلا منت الله بقلبين سلوم كذلك إغاثة الملهوف وحنا كنا نشوف في ظل جائحة كورونا إنسان على أنه يطعم الناس ويعطي الناس للمعنده وإلاكم أحبة الكرام والرياء نغني ندير واحد العمل بيني وبنديك السيد ونحفظ الكرامة دياله ندرب واحد من المستوى لك يقبله هو معني ما ندلوش علاش لأن الله قد أرسلك أنت فقط كسبب أما نرزقه هو الله والله سبحانه كذلك إنصاف المظلوم متانا شواء مظلوم كتوقف معاك تجري في الطلب دياله هذا من المسارعة في الخيرات وأمثلة كثيرة تربية الأبناء يعني إغاثة الملهوف كما قلنا مساعدة التكالى اليتامة مساعدة الأرامل هذا كله من المسارعة من المسارعة في الخيرات وأحكي لكم قصة أحبة الكرام وقعت لأبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس صحابته فقال لهم من أصبح منكم اليوم صائبا فقال أبو بكر أنا يا رسول الله عوض سلم سيدنا محمد من أطعم منكم اليوم مسكينا فقال لأنا يا رسول الله هذا أبو بكر عوض سلم سيدنا محمد من ماشى اليوم مع جنازة قال لي أنا يا رسول الله فقال لهم سيدنا محمد ما اجتمعت في مريئن إلا ودخل الجنة ما اجتمعت في مريئن إلا ودخل الجنة نحن الآن كن في رمضان أحباب دينا صايمين تقدر إيسان ما تلي شي واحد أو بشي تضرور نموت لك شي واحد كنت غادي مثلا من الوظيفة ديلك غادي لدارك وربما مثلا ستكون ديالك في طرق ديال المقبرة ما فيها بس بشي تبع ديالك الجنازة ودخلت الماء وما يكون عندك بالضرورة الجنازة لمشي تزور الوالدين ديالك وتزور الأقارب وفي نفس الوقت كتعود المريض وإحنا كل واحد فينا عند واحد لا إحادي الناس لمرضى خاصة يعني كنشوفوا الأمراض الكثيرة المستعصية في هذا الوقت هذا كمرض السرطان كأمراض الكيري فلا بد أن نتضامن مع هؤلاء المرضى حتى إن شاء الله نحقق التضامن والتكافل الذي ارتضاه الله تعالى والحكمته والمقصده والغايةه من الصيام نحسو بهذه الناس ونحسوه ونسارعه في الخيرات كذلك الحباب ديالنا قصة أخرى نخطبو بها إن شاء الله هذه الحلقة المباركة وقعت لأحد الصحابة الأفاضل وعامر بن عبد الله هذا عامر بن عبد الله كان جاء مرض صعب يعني ألزمه الفراش فاستمع الأدن ديال المغرب ويقول الناس لبركنجو يزوره وقالهم دون الجامع قالوا لي يا إمام أنت رك مريض يعني صعب أنك تشير الجامع قالهم لا يمكن أن نستمع الأدن ومن لبيش النذاء ونفتحوا أحد القوس للإخوان ديالنا والأخوات ديالنا لم يصلوش في رمضان الله يجزيكم بك أرى الله تعالى تقول لك حيا على الصلاة حيا على الفلاح الله أكبر أي الله أكبر من تلفازة الله أكبر من الولاد الله أكبر من الوظيفة الله أكبر من كل شيء فخاسك تقدم للعبادة ديال الصلاة على كل ما سواه ولذلك كان السلف صالح كانت تكونوا في الفلاحة الصحابة وشد الفاز دياله ويالله كي بغي يحطوه على الأرض كيسمع الله أكبر كيلوح الفاز موراه ومن كيحطوش على الأرض هلاش احتراما لكلمة الله أكبر أي الله أكبر من كل شيء الحباب ديالنا أشنون القاعات السيدة دا فمن ينحع عليهم أنا ويدوه الجامع فاشدوا واحد من لي من وحد من ليسر من يدخلوا الجامع وقفوه بدك يصلي فسجد ولم يرفع رأسه فكان يعني شهيدا والحمد لله مات أثناء تأديتي فريضة من فرائد الله تعالى ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ويبعث الإنسان على ما مات عليه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا نخاشعين أحبتي الكرام أسأل الله العالي القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يسارعون في الخيرات ويدعون الله تعالى رغبا ورهبا ويخشونه حق الخشية اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اجعل أول هذا الشهر رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عجق من النار اللهم اصلي على سيدنا محمد في الأولين اللهم اصلي على سيدنا محمد في الآخرين اللهم اصلي على سيدنا محمد في الملائل أعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزيزي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة